هي الناس بتحب كرة القدم ليه؟ الناس بتحب كرة القدم الناس في العالم كله بتحب ليه؟ لعبة كرة القدم هي اللعبة الأولى في العالم لأنه دايماً هناك بعض القرارات اللي دائماً ما تثير الجدل وهناك بعض القرارات اللي تخليك تبقى واقف متدايئن إزاي في كرة القدم والمفروض أن الرياضة أخلاق من المفترض أن الرياضة أخلاق وإنه الرياضة بتعتمد على مبدأ العدالة العدالة ما بين كل الرياضيين المتنافسين العدالة ما بين كل حد بيتنافس دايماً بيبقى في حكم فالحكم ده دايماً بيكون هو مصدر العدالة لأي نادي لأي رياضة في العالم كله فما بلك بكرة القدم كرة القدم مع شوقة الجماهير كل الجماهير بتحب كرة القدم وبتحب كل واحد بيحب فريقه بطريقته فدايماً لما بتبقى فيه مباراة ما بين سين ومصد لازم بيبقى فيه طرف ثالث محايد ليس له أي شيء إلا تحقيق العدالة في ملعب كرة القدم ما عندوش أي أسباب أخرى أو ما عندوش أي ميول أخرى لأي حد كل اللي هو عايزه إنه هو الطرف الثالث ده لو بيبقى دايماً لابس اسود الحكم يعني حكم المباراة مش عايز حاجة من الدنيا غير مفروض يعني أو اللي احنا نفهمه كده إنه هو يحقق العدالة ما بين الفرق المتنافسة طيب لما تلعب دوري ودوري عام ما بين 18 فريق 18 فريق بيساعدوك من أول رئيس أي نادي لغاية أصغر عامل في أي نادي بيساعد أو هما دول اللي جوا المنظومة لكن أهم حاجة في المنظومة دي هي التحكيم وكلنا كأهلوية خلينا اتكلم كأهلوية كنا مبسوطين وسعداء بوجود رئيس لجنة حكام زي كلاتنبرج رجل أو قول زي ما انت عايز تقول عليه أي مسمى حضرتك عايز تقوله قوله ولكن كلاتنبرج احنا كننا كأهلوية كنا مبسوطين أو معظم الأهلوية كانوا مبسوطين بهذه التجربة ليه؟ لأن الرجل ده ما يعرفش الأحمر ما يعرفش الأبيض ما يعرفش الأصفر ما يعرفش الأخضر ما يعرفش حاجة ما يعرفش ألوان كل اللي هو عايزه وهو تعاقد مع اتحاد كرة القدم على شيء واحد فقط وهو تطوير التحكيم في مصر فكلنا كنا سعداء وفي بعض الأوقات كنا بننتقد كلاتنبرج في بعض الأمور اللي كان بيعملها إنه هو مسافر بره على طوله والكلام ده كله ولكن بني وبين حضرتك العملية تمت بنجاح إيه العملية اللي تمت بنجاح؟ كلاتنبرجي ماشي وبالتالي أصبحت الأمور تدار زي ما حضرتك شايف كده إن في حكم يشوف ركل الجزاء وما يحسبهاش حتى لو حشوفها في الفار ده وجهة نظر أنا دي وجهة نظري مش بعيدا عن أي حد ففي كرة ممكن حكم نقول إنها لا ركل الجزاء لا مش ركل الجزاء لا ممكن تتحسب لا ممكن ما تتحسبش ولكن في ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس لا يمكن الكلام عليها زي اللي حضرتك شايفها دي الصورة تتكلم في بعض الحاجات ديقولك الصورة بتتكلم اهي الصورة بتتكلم أنا آسف يا سامير معلش أنا هطلع بره القصة دي خلص والبتاع هو ده مين دايس على رجل مين يا جماعة هنا في الكرة دي في حتة دي الجزء ده كده مين دايس على رجل مين يا معلش ما فيش إضاءة وما فيش مش عارف ايه والكلام ده لكن هنا هو مين دايس على رجل مين بغض النظر والله العظيم تلاتة بغض النظر عن الألوان وبغض النظر عن مين لابس هزرق ومين لابس هبيض لكن وكابتن إبراهيم شاف الكرة دي ازاي وكابتن إبراهيم ازاي لم يحتسب ركل الجزاء للي عليه اللي عمل الكرة دي والله أنا هنا لا أتكلم لأي غرض غير تطوير التحكيم تحكيم اللي يتطور المفروض بقى اللي قدامي دلوقتي بيتفرج يقولي تحكيم اللي بيتطور هو في بعض الصور تحس كده نهاية بتتكلم معاك تقولك إيه احسبني ضرب الجزاء علشان تكبر قدام الناس أو يباني إن فيه تطوير في التحكيم لكن الكرة دي بتقولك إيه أنا احسبني ركل الجزاء لأن الكرة ركل الجزاء واضحة كابتن إبراهيم ما شافهاش أو خد قرار مختلف أنا الحقيقة أتمنى إن أنا أوصل لكابتن إبراهيم والله العظيم أنا بس نفسي أعرف لماذا لم يحتسب كابتن إبراهيم نور الدين دي ركل الجزاء وعلى الجانب الآخر على الجانب الآخر صورة تانية حوليها لحضرتك أنا بتكلم بالصور مش بتكلم بالكلام دي حضرتك تم احتسابها ركل الجزاء كرة اللي أمام حضرتك دي هو يدي دماغه ولا إيده يا جماعة دي دماغه صح؟ ماشي دي تم احتسابها ركل الجزاء بغض النظر ضعت ولا مضعيتش عشان كده أنا بقولك أنا مش فارق معايا لون تشيرت أنا فارق معايا هو أنت إزاي كابتن إبراهيم؟ الكرة الأولانية دي لم تحتسبها ركل الجزاء لصالح أي من الفريقين والكرة دي احتسبتها مش فاه حد يفاهمني حد يقول لي يا إسلام أنت كلامك كله غلط في غلط حد يقول لي أن لأ فيها شك هتليه لواحد الأولانية يا سمير اللي هي الصورة اللي بتتكلم هنسمي الأولانية الصورة اللي بتتكلم الصورة اللي بتتكلم دي بتقول ركل الجزاء واضحة وصريحة ليه يا كابتن إبراهيم ما احتسبتهاش؟ على الرغم من حكم الفار جالك أو استدعاك وقال لك يا كابتن إبراهيم تعال أبص على الكرة أتمنى في يوم من الأيام لما قابل كابتن إبراهيم نور الدين أو أكلمه في التليفون أو لو أي حد في مصر له علاقة بكابتن إبراهيم نور الدين يكلمه يقول لها كابتن أنا بس عايز أعرف إيه وجهة نظر يا سمير هاتي الكرة دي وخلي الكرة دي أنا ما هتجيب ليش أنا خلينا مع الكرة أنا أنا وكرا يعني أنا عايز بس حد في مصر يكلم كابتن إبراهيم نور الدين ويسأله سؤال إزاي أو لماذا يمكن يكون عنده رد مقنع لنا أقدر أطلع أقوله لحضراتكم يا جماعة بعد إذنكم أنا بقول على الهوى هو حاولوا تكلموا كابتن إبراهيم نور الدين مجموعة أستاذ محمود سعيد وبقية المجموعة اللي موجودة كرئيس تحرير ومجموعة الإعداد اللي موجودة من فضل حضراتكم كلموا كابتن إبراهيم نور الدين ويسأله السؤال اللي أنا بسأله ده قولوا له كابتن إسلام بيسألك ولو ينفع تخش معايا على الهوى تقول لي أنا يمكن يعني مش أخد بالي من من حاجة معينة حاجة أي حاجة مش شايف الكرة صح يمكن يمكن مش شايفها صح نفسي أسأل كابتن إبراهيم نور الدين مرة 900 هو لماذا لم يتم احتساب الكرة ديها كابتن إبراهيم ركل الجزاء بس مش هقول أكتر من كده الكرة الثانية احتسبتها على أي أساس هتقول لي كابتن ناصر عباس يعني جماعة أستاذ محمود سعيد بعد إذنك كلم كابتن إبراهيم زي ما أنا بيقولك كده له الحق الرد في كل اللي أنا بيقوله ده ما عنديش مشكلة إن هو يخش معايا وما عنديش مشكلة إن هو إن حضرتك تسأله تقوله كابتن إسلام على الهوى دلوقتي وبيقولك هي الكرة دي يمكن يقول لي حاجة أنا مش فاهمها أو مش شاف لغاية لما يحصل كده هتقول لي كابتن ناصر عباس أسأله يمكن أنا ما بفهمش في القانون الحكام أو في قانون التحكيم فنجيب خبير من خبراء التحكيم اللي بيتكلم بحيادية هو بيشتغل معنا في قانونة الأهلي طبعا ولكن هو بيتكلم بحيادية دائما لأنه كلنا يهمنا في النهاية إيه؟ الحمد لله والشكر لله النادي الأهلي هو الأول على الدوري حتى هذه اللحظة النادي الأهلي فضله ثلاث مطشط لو كسبهم هيبقى بعيد عن أقرب منافسي بكتير لكن أنا بتكلم في تطوير التحكيم كيف يمكن أن يتم تطوير التحكيم إذا احتسبت هذه اللعبة ركل الجزاء ولم تحتسب اللعبة اللي فاتت ركل الجزاء أهي يعني دي يا جماعة رجل الحمرة رجل لعب اللي لابس جزمة حمرة على رجل اللعب اللي لابس الجزمة السوداء دي ولا الزرقى ولم يتم احتسبها ركل الجزاء معلش هاتها التانية رغم أنه هو رجع للفار طبعا هاتلي التانية معلش كرة اللي حضرتك شايفها دي احتسبت ركل الجزاء